مصير بالنسبة لي وهو ده شيء أمين مع الرواية التاريخية يعني أنت شايف الرواية التاريخية حرية الكاتب في الإبداع داخل مدار تاريخ بصرف النظر التزام به كلمة رواية تبرق اللي بيكتب من الموضوع كلمة رواية تختلف كتير قوة كلمة قصة لأنا لا أتقصى الأثر بتاع الشيء أنا بقول دي رواية يعني مروية يعني قد تكون صح أو غلط وليه الحق أن أنا أجد بزي ما أنا عايز وإلى في اللحظة دي نبتدي ما نتكلمش غير بتاريخ فقط موجود للأحداث فأنا بقول كمان أنه انت بسرد بتحديد أكدب لي يا سيح عشان ده أقرب لي مش أبدع لا أنا بالعكس بحاول أخلاق أقرب للناس عشان تفهم فداحت أنه ما تصدقش بجد ده يعني لو كانت أبدع لا خلص هي مش أبدع أنا بتحك عليك بننبسط يلا نقول قصة التاريخ النهاردة كمان بالثبات اللي هو فيه في القصص العادية بتاعته أو في الكتب النون فيكشن بتاعته هو عامل مشاكل رهيبة عبر العالم يعني هو بنتولد وبنورس كل الطار القديم بتاع ناس تانية ونكمل حروب وحاجاته بتاعته كسر التاريخ ونجاوز صلاح الدين لكليوباترا ممكن ينتج عنه أن فيه شعوب تبتدي تفك مشاكلها وده مزق من جمال الأدب وعخص صلاح الدين اللي كان هجاوز أخت رشاة قلب الأسد يعني ده قصة تانية خالص رشاة طلع مش قلب الأسد أو يعني طبعا فأنا بحس إنه بالعكس ده هو أجمل حاجة في الرواية إنه إحنا بنجوز أشياء لبعض مش موجودة وده بالمناسبة على فكة توجه كتير قوي من المنصات العالمية دلوقتي هي استبدال التاريخ ببعض الحلول الخيالية لجعل الناس تشوف منظور أخر وفك الخلافات بس منظور خيالي مش منظور منظور خيالي أينشتاين قال نخيل أهم كتير من العلم صحيح وأنا مؤمن من المعرفة طبعا طيب تليني يقاف برضو عند النقطة دي تاني وأنا